ننتقل إلى الأخوة الصديقة الدكتور طارق عفيم في المدير التنفيذي للغاثة الإسلامية في ألمانيا حاصة على المجلسات في إدارة العمال من مدارس الفرانكو للإقتصاد والإدارة يمثل لغاثة الإسلامية في العديد من المؤسسات الثانومية تشارف العديد من ورش العمل كمحاضر على المستوى المحلي والدولي وممساة المجتمع المدني في مجال الحل كموات إخطة الإستراتيجية والإدارة الإستراتيجية لبناء إدارة مستراتيجية فعليتها أصدر وهذا الشيء الغطيف والجميل أصدر كتابين مع مجموعة من قيادات العملية الإنسانية في ألمانيا تحت عنوان إدارة الإستراتيجية للمظلمات الأسرية الحكومية والثانية تحتها قسم التحتية دولينا المنظومات الإستراتيجية للحكومية وهم الكتب نشروا وأنا يعني حقيقة من الآن يعني شغوف جدا أني أستمع على الدكتور طارق عن الحوكم تفصل مجلس الإدارة والمجالس التنفيذية وكنا بنعرف أنه أثناء ما كنا ندرس بالجامعات أنه كانوا دائما يحكونا مثلا عسلين مثال هذه يعني كان عندنا دكتور كان نركز عليها بشكل كبير يقول لا تخلي علاقة جيدة ما بين أمين الصندوق مثلا والمحاسم والمدير المالي أقول لك أنت يعني ما تخلي على خطهم منسجمة لأنه تنسجم مع دولة مشكلة كبيرة يعني كان يتكلم عن الحوكم بطريقة يعني كانت إبداعية وجميلة دكتور المغرفون معك شكرا لك فضل سيديك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسيدنا تسليم الكثير بحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا موضوع الحوكمة موضوع شوية صعب وكتبت فيه كتب كتير ولكن طبعا أنا أعدى النهاردة مع قيادات في العمل الإنساني والخيري فيوفر علي الجهد الكبير ولكن أنا مش عايز أعملها بشكل أكاديمي والدكتور سيدي يعرف أنه ما بحبش البرزنتيشن بحب دايما الفليب شارت وبحب أن أنا يعني أكتب بإيدي بحيث أن اللقاء يكون تفاعلي ولكن ميزة البرزنتيشن أنها بترتب الأفكار ولكن عبها أنه بعض الأحيان بتشتت برضه الأفكار بحيث لوحد ملتزم بالنص أكتر ما ملتزم بيه اللي عايز يقوله بالنسبة للموضوع الحوكمة أنا باعتبرهم الأمور المهمة جدا لأن فيها عندنا ببعض الأحيان تصور معين على الحوكمة إنها مجرد دستور مجرد وظائف ما بين مجالس الإدارة وما بين القطاعات المختلفة التنفيذية المختلفة وده يعتبر التصور الضيق عن قضية الحوكمة يعني أنا أذكر في الإغاثة الإسلامية في سنة 2019 دكتور هاني يتذكر الموضوع ده كويس إن إحنا اهتمنا بقضية الجوفرمنس وتعملت جوفرمنس كوميتي وما زالت تعمل حتى الآن يعني ما زال حتى الآن الجوفرمنس يعمل حتى الآن في إطار الإغاثة الإسلامية إنه ده أنا بعتبر النوع من أنواع النضوك في عمل المؤسسات إنها دايماً إنها على قضية الجوفرمنس مع التطور المؤسسة لأنه بيلعب دور أساسي في تطور المؤسسات أي مؤسسة الجاهات العلية اللي موجودة فيها لا يكون لها نظرة عن المؤسسة بشكل عام يعني بيحصل فيها مشكلة كبيرة في المستقبل وبتكون أفاق المؤسسة دي تنتشر وتكبر بتكون فرصها محدودة إذا لم تنتبه إلى هذه القضية طبعاً يعني التعريفات اللي موجودة عن الحوكمة يمكن أفضل تعبير أنا وجدته لأن الناس كتيراً بتحب توصف الحوكمة إنها موضوع الكنترول موضوع التحكم موضوع السيطرة في المؤسسات ولكن الحوكمة هي معناها التوجيه هي معناها القيادة وهي معناها الإدارة إدارة المؤسسة الناس كتيراً بتكلموا عن الحكم الرشيد والحوكمة الرشيدة ويعني أعتقد الموضوع كلمة الحوكمة الرشيدة لا تخص فقط العمل الإنساني والخيري ولكن بتنص الأور كلها يعني حتى في اقطاعات كتيراً كله بتكلم عن قضية الحوكمة الرشيدة والحكم الرشيد في أساسه هو تقاسم السلطات وليس تنازع السلطات إزاي نحن نوزع السلطات ونتقاسمها بيننا وبن بعضها بحيث إن سلطة المؤسسة والموارد ما تبقاش لا في إدين فرد واحد ولا في إدين مجموعة معينة ولكن بيحصل نوع من أنواع تقاسم هذه السلطات وإن المنظمة الحكم الرشيد بيكون لها نظام داخلي مبني على موضوع الضعابة والتوازلات الموجودة في الهياكل المختلفة وليس تضاد عشان نقدر نفهم قادرة الجوفرنانس بشكل أعمق شوية من المتصور يعني بنشوف ما هي المؤسسة بشكل عام وأنا أتمنى من الإخوة الحضور وهو قاعد كده في وقت فراغ أو بالليل إنه ممكن يعمل صورة عن المؤسسة بتاعتهم ويبص أهم حاجة عندي على النحة الشمال وعلى النحة اليمين كل المؤسسات أسست بناء على احتياج معين كان فيه حاجة ملحة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ومن أجل ذلك أنشأنا المؤسسة وهدف إنشاء المؤسسة لازم يكون دايماً دوره دايماً يكون دايماً في الفوكس بتاعه يعني حتى بيعتبروا ببعض الأحيان إنه اتكلمنا النهاردة وتكلمنا مبارح على قضية الفونديشن بتاعت المؤسسة إن الفوندر لما أسسها المؤسسة أسسها ليه هو عايز يعمل المؤسسة من أجل عمل المؤسسة ولا كان فيه حاجة ملحة موجودة سواء كانت عند المانحين أو عند أصحاب الحقوق اللي مبنون عليهم مستفدين مع تسمية الدكتور هاني الجميلة أو المكتبع اللي احنا بنعيش فيه كتير جداً بنبقى بعيدين تماماً أو المؤسسة مع الوقت بتبعد كتير جداً عن الهدف الحقيقي اللي معمول عليه الهدف الأساسي إن احنا من خلال شغل المؤسسة إن احنا نعمل تغيير ويبقى لنا قوة تأثير في المجتمع اللي احنا موجودين فيه أو في المجتمعات الأخرى أو في الشركات الأخرى فليس الغرض فقط يعمل برامج ومشاريع وتبقى المؤسسة مجرد عبارة عن بتنفذ برامج 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 ولكن بتنسى في النهاية إن احنا عايزين في النهاية إن احنا نعمل نوع من أنواع تغيير وتأثير فيه في هذا الموضوع لما ديجي تبص على الجانب اللي في المنتصف في المؤسسة إن الهدف الأساسي من برامج المؤسسة وعملياتها ومشاريعها إن نتحقق ما يسمى بالورجيزيشن برفورمانس إن المؤسسة اللي يكون عندها قدرة على الفاعلية في تحقيق رسالتها وقيمها لأن ده موضوع في المنتهى الأهمية إن احنا في النهاية هل المؤسسة من خلال الجفرنانس ومن خلال شغلها ومن خلال البرامج اللي بتعملها هل حققت تغيير حقيق ولا لا فنقسم هنا نوع من أنواع الاستراتيجية أو الحوكمة العليا والحوكمة الأخرى داخل المؤسسة الحوكمة العليا هي الخاصة بالقيادة الاستراتيجية للمؤسسة الناس اللي مسؤولين في مجالس الإدارات دورهم إيه بالزبط دورهم إنهم يحطوا أنظمة حكم قوي دورهم الإدارة الاستراتيجية مش مجالد بس أن نعمل الاستراتيجية وخلاص ولكن كيف ندير هذه الاستراتيجية السياسات الموجودة المالية الموجودة ووضع السياسات العامة وإدارة الأزمات بتبقى دي كلها فيه إيدين الإدارة العليا داخل المؤسسة في النص هو ده مركز العمليات وفي الآخر هي الإدارة الدعمة سواء كانت إدارة موظفين وإدارة الجودة إدارة مالية إدارة اللوجستية نظام الشكاوة اللي هو الكمبلاينز والحاجات دي كلها ممكن بيكون في الأمور الإدارة التنفيذية ولكن في المهم جدا أنه من خلال المؤسسة في خلال تطورها المؤسسة لازم يكون عندها البورسس اللي تكلم عليها الدكتور السيدة النهاردة هي قضية النمو والتطوير والتعليم أن احنا تعلمنا من الإمباكت بتاعة المؤسسة وصب التاني في الاحتياجات مرة ما الأخرى فيه ثلاث سلوكيات أساسيا عايزة أقف عندهم شوية في داخل أي حوكمة رشيدة إحنا نريد أن نحنا نوصل لها أول حاجة الناس كثيرة جدا بتعتبر الحوكمة هي فقط في موضوع الأنظمة والقوانين واختيار مجلس الإدارة ومدة مجلس الإدارة أربع سنين خمس سنين تلات سنين وبتهتم جدا بيه قضية مجالس الإدارة ومن اللي عنده صلاحيات دي نظم وقوانين موجودة بتتحط داخل المؤسسة مهمة وضرورية ولكن ليست كلها هي الحوكمة الرشيدة اللي احنا عايزنا تاني نقطة مهمة هي موضوع الالتزام والمسؤولية ده أهم شيء في الحوكمة اللي موجودة داخل المؤسسات الخيرية أن يكون في عندنا نوع من أنواع الالتزام بما نكتب وما نقول الالتزام معناه أنه الناس فهمة مستوعبة الدول اللي هو موجود فيه وأنه لما بحضر مجلس إدارة أو بيجي لي لقاء عشان موضوع استراتيجي أخده بنوع من أنواع الجدية في مجالس إدارة كتيرة أو أنا شفت حاجات كتيرة جدا يعني حقيقة تانية أن بيجي الشخص وما بزور جهد على الدوكومنت اللي موجودة وممكن هو يكون قريها قبل اللقاء بنص ساعة فضلا أنه عن قراءها بشكل عام ويجي يناقش ويطلب أراء وهو دوكومنت مقرهاش فمهم جدا أن قضية الالتزام والمسؤولية لازم يكون عند كل مجالس الإدارة والإدارة العليا قادر معين من الالتزام بما نقول والالتزام والمسؤولية في موضوع النظم والقوانين مهم يعني أنا أذكر يعني سبحان الله يعني في آية كريمة الواحد لما يبص لها ممكن يستغرب فيها في قضية الالتزام والإعلاقتها بالنظم والقوانين اللي موجودة ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على الرهبانية فذكر ورهبانية ابتدعوه صح؟ ورهبانية ابتدعوه تمام إيه بقى بعد تكملة الآية؟ ما كتبناها عليهم هم اللي كتبوها بإيه ديهم؟ ربنا ما فرضاش عليهم وتاني نقطة وما رعوه حق رعاية بمعنى برضو أن قضية رعاية ما كتب حتى مش موجود يعني ربنا ربنا سبحانه وتعالى لا من الحتتين دول إن أنا ما كتبتاش عليكم أنت اللي كتبتوه على نفسيكم وحتى اللي أنتو كتبتوه على نفسيكم لم تلتزموا به أنا حصل معي موقف في ألمانيا سنة 2020 بعد ما أسسنا المؤسسة في ألمانيا سنة 96 جاء عندنا مراجعة قانونية من وزارة الخزان الألمانية وكانوا بيطلعوا على الوسائق والدوكومنت وكان كل شيء ممتاز ورائع وعادة وزارة الخزان لما بيجوا ما بيجوش بنية سيئة يعني عادة بيكونوا منفتحين فعلا وناس إيجابيين والمراجعات اللي أنا شفتها بصراحة ما كانش فيها أي نوع من أنواع لا موضوع الإسلاموفوبيا أو شيء لكن كلهم بيجاين منفتحين ولكن وجدنا في الدستور اللي إحنا كاتبينه كلمة كلمة واحدة بس عملت عندنا إشكالية قانونية فلما جي المراجعة قال لنا والله إنتوا كاتبين كذا في نص الدستور وإن أنتوا اللي منفذينه مختلف بسبب الكلمة دي وإنتوا عندكم قال إشكالية قانونية لازم تحلوها فأنا لما بكلمه بكلمه بحاول أنه بجادل معاه فقال لي طارق الكلمة دي أنتوا اللي كتبتوها مش إحنا ولكن الكلمة دي عملا لكم الآن مشكلة قانونية فلازم تحلوها نحلها إزاي قال لي خلاص طالما الحسابات والأمور تمام موجودة عندكم فقال لي فيه إمكانية أن انتوا تعقدوا جمعية عمومية بحس أن انتوا تغيروا هذه الكلمة فالشاهد اللي أنا عايز أقوله اللي من بعد الأحيان بتبقى كلمة في الدستور وما مدى الالتزام بيها بيكون له تأثير مهما الدستير مش معمولة عشان تكتب وتتحط ولكن عشان موضوع تنفذ النظم القوانين نفس الشيء محتوطة في موضوع الحكمة حتى تنفذ وليس فقط لموضوع أن نحن نكتبه ثالث نقطة ودي مهمة هي قادرة الكفاءات البشرية في اختيار مجالس الإدارات العليا ممكن في لحظة من اللحظات في تطور المؤسسات أو نشئتها بنختار مجالس إدارة من الناس الطيبين مش وحش مش سيء ولكن برضو لازم نشوف موضوع الكفاءة اللي موجودة وهل الكفاءة متوفرة أو غير متوفرة عشان المؤسسة تكبر وتبقى مؤسسة كبيرة لازم يكون الكادر القيادي داخل المؤسسة على مستوى استيعاب هذه الأمور ملم بالمحيط الخارجي المؤسسة مهم بالمجتمع اللي بيعيش فيه ومتطلباته مهم بالتحديات اللي موجودة عنده رؤية استراتيجية لتكبير ولتحسين المؤسسة ولبناء قوة تأثير لهذه المؤسسات وإنه إذا كانت مجالس الإدارات العرية غير ملمة بهذا الموضوع فلا تتوقع من المؤسسة بالكادر التنفيذي أنه يعمل هذا الشيء لأنه إذا عمله خلاص با هو قائم بدور مجلس الإدارة فمهم جدا أنه مجالس الإدارة لازم في اختياراتها تكون مختارة بشكل جيد ويمكن تكلمنا باري على قضية القوي الأمين وذكرها في كذا يعني كذا آية في القرآن الكريم واتكلم الأساز العفاظة الإمبارع على قضية القوي الأمين فلازم أنه يكون عندنا فيه توازن ما بين الاتنين ما بين القوة وبين الأمانة الأمانة مطلوبة ولكن القوة كمان مهمة جدا جدا والقوة هنا المقصود بها هو موضوع الكمبيتنسيس أن الناس اللي موجودة تتمتع بقدر من المسئولية وعندها قدر كمان من استيعاد آآ المؤسسة وما تريده إيه يا مجالات الحوكمة الحوكمة عندها أربع مجالات رئيسية لازم تهتم بيهم ولا تهتم بقطاع واحد بموضوع النظم والقواني أول حاجة مهمة المؤسسة إيه هي المهمة التي قامت من أجلها المؤسسة أنا عايز كل واحد يكتب كده في ورقة إيه هي مهمة المؤسسة بتاعتي اللي أنا بدرها ما هي لماذا أنشأنا هذه المؤسسة إيه المفروض اللي إحنا عايزين نعمله تغيير موجودين لازم تتكتب بحيث نديتكم أنه دايما هي دي اللي موجودة في ذهننا وإحنا بنبص للمؤسسة قيم قضية القيم اللي موجودة داخل المؤسسة ما هي القيم التي أريد أن أعملها والقيم هنا يا أخوانا ليست القيم الأخلاقية بالمفهوم الأخلاقي القيمة التي لا تستطيع قياسها لا تعتبر القيمة الرسول صلى الله عليه وسلم جال واحد وقال له لقد صرت اليوم مؤمنة والله أعلم المتزكة الحديث فرسول صلى الله عليه وسلم قال له وما علامة إيمانك صح؟ صح ايه دليلت الإيمان ده فذكر له الرجل بعض الأحداث الموجودة فده بيدل إن الإيمان حتى ليس برضو قيمة ومعيار يقاس وربنا سبحانه وتعالى جعل الحسنات والسيئات إلا لقياس المعايير القيمية الأخلاقية والعبادات وبإلى زالي فالقيمة لازم نركز وإحنا بكتب قيم لازم تكون القيم دي تكون يسهل ويحصن قياسها واحد يقول الأمانة ما هو تفسير الأمانة وكيف أبرمج هذه الأمانة في قيمة مكتوبة أنا والله حضرت لقاء في ألمانيا وكنا موجودين مسؤولين مجالس يعني موجودين مؤسسات موجودة وموجودة وكل واحد يتكلم على مجالس الإدارة والتقرير السنة وما إلى ذلك وفجأة واحد نط وقال لنا كلكم بتراجعوا من قبل مجالس إدارتكم وبتراجعوا من قبل مجالس إدارتكم ولكن أنا الذي يراقبني هو الله سبحانه وتعالى واعتبرها ده دليل من دلالة الإيمان فإحنا قلنا له لا والله ده دليل من سوق الإدارة ومشكلة كبيرة داخل مؤسسة ربنا ما بيراقبنا جميعا لكن عايز أقول أنه موضوع الأمانة والثقة والحاجات بكلها لازم تبرمج إلى شيء فعلي لازم أنه يتنفذ على هذا الشيء الموارد موارد المؤسسة كانت محدودة أو غير محدودة لازم أن نحن مجالس الإدارات والحوكمة تهتم بقضية الموارد وكيفية صرفها وكيفية استفادة من هذه الموارد احنا تشوفنا نهارد الأستاذ أسعد طهر تكلم على قضية الإعلام وأنه ده موارد مهم من الموارد اللي موجود وأنه قال إنه هو قضية متخصصة إذا كانت مجالس الإدارات غير مستوعبة ببعض القضايا المهمة والمله وبنحط فيها استثمار موجود أنا باعتبره عدم استثمار هو هدر لموارد المؤسسة لازم المؤسسة تستفاد من كل الموارد اللي موجودة وكيفية استثمار التوعية كذلك قضية المؤسسة اللي لازم يكون عندها دور كبير في قضية التوعية وده دور من أدوار مجالس الإدارة إياه خصائص الحكم الرشيد هي بلو بنك خصائص كتيرة يعني فيه كتب تكتبت في قضية وتكلمت فيها ولكن حاولت أننا نختصرهم في تمن خصائص أساسية يعني قضية الشفافية والمساءلة والإدارة التشاركية وعمليات صنع القرار تنفيذ الفعال والكف سلامة وتنمية واستدامة الأمور المالية سياسة تنمية القدرات والمهارات تعزيز المعايير المهنية والأخلاقية واستجابة المؤسسات غير غير حكومية أو مؤسسات المجتمع المجتمع الذي تخدمه تنا بصلاحه نعم فلو جينا خدنا كل نقطة على السريع كل نقطة على السريع هناخد قضية الشفافية والمساءلة يعني قضية الشفافية والمساءلة قضية من القضايا الأساسية وفيه ناس بتعتبر يعني مفهوم الشفافية مفهوم مطط شوية فلازم كمان هو كمان يتحط له معايير أنا أصبر إن إحنا في ألمانيا لما عملنا اجتماع لمؤسسات المجتمع الخير والإنساني عشان نعمل نوع من أنواع إن إحنا نعمل خدمة للمؤسسات اللي هو نموذج الشفافية يعني كان لي الشرف إن أنا أشارك في أكبر مؤسسة ألمانية حطينا سلسلة مع المعايير اللي بناء عليها تقاس كل المؤسسات الخيرية وجنان عليها يتخذ خدم الشفافية والمراجعات كانت قانونية ومالية ما كانش بس فقط مالية فقضية الشفافية معايير اتحطت أي مؤسسة لا تتبع زين عن معايير مهما قالت فهي ليس الشفاف يعني وأنا بالمناسبة يا ريت أنا عندي فكرة لو حد قدر نعملها المؤسسات الإسلامية الآن اللي موجودة في تركيا وموجودة في اليمن وموجودة في سوريا وفي كل مكان عايزين يا ريت لو عرفنا نعمل مش منصات عايزين نعمل مؤسسة جهة تكون دورها الرقابي على المؤسسات الخيرية والإنسانية تعمل معايير وتبقى لها سلطة قوية ان دي لو قدرت نجحت ان هذه المؤسسة تقول والله اننا عندي القدرة على مراجعة المؤسسات الموجودة وبناء عليه بديها خدم ان هذه المؤسسة تلبي معايير الشفافية والمساءلة والأمور القانونية واننا بعد كده ممكن لا يأخذ احد فنط الا من خلال انه يكون عنده المعيير من خلال هذه المؤسسة لو نجحنا في كده انا باعتبر ان احنا يكون يعني فعلا نقلنا المؤسسات الخيرية والإنسانية نقلة كبيرة جدا هتخلوا اغاثة اسلامية او اي مؤسسة او اي مؤسسة مناحة بنقول والله دي هذه المؤسسة عمدها معايير شفافية عمدها سياسات واضحة برجعناها وتمن فساعتها ممكن نحطها يتحط كشرط لموضوع التمويل والتنفيذ اذا قدرناها هتفيد المؤسسات بشكل كبير لانه هتقول لك ايه المعايير اللي موجودة عندك وازاي ان انت تنفذها ان شاء الله على سبيل تاني حاجة الادارة الشركية وعملات صنع القرار يعني قضية الادارة التشركية يعني كتير جدا يعني موضوع مجلس الادارة والمدير التنفيذي والادارة التنفيذية بنسمع في مؤسسات كتير انه فيه نوع من انواع التصورات المختلفة ما بين الاثنين في الحالة الصحية في الحوكمة الصحية انه ما فيش تعارض ما بين الكهاني بس فيه تكامل ما بين الاثنين والاصل انه هو ما فيش اي تعارض يكون موجود وانه اي مؤسسة يحصل نوع من عندك من الجاب لازم الإدارة العليا المؤسسة تسعى جاهداً وبكل قوة لتقريب وجهات النظر وصنع توازنات في كل صلاحيات كل آخر مش معناه أن كل واحد عنده صلاحية يعني معناه أنه خلاص بقيت مملكته الخاصة اللي ما حدش يقترب منها لا معناها أنه آه صلاحيتي بس أنا منفتح على الرأي الآخر اللي موجود والعكس صحيح لأنه فيه كتير جداً في بعض الخلافات الموطيق دي يقول لك والله إيه دا الملعب بتاعي ما تقربش منه زي ما الملعب بتاع المدير التنفيذ ما يقربش منه دي غلط الأصل فيها أنه يحسن نوع من أنواع التقارب والتوازن وتتحط الموضوع ده بشكل مهم بشكل مهم وطبعاً توزيع المهام بتنظمها قوانين المؤسسة من خصائص الحكمة الرشيدة أيضاً هي تنفيذ الفعال والكفر البرامج والمشاريع إن أنا والله برامج ومشاريعي بتتنفس بشكل جيد وبشكل سليم وعند نظام للمتابعة وآلية للمتابعة اللي موجودة وإن ده نوع من أنواع في بعض الأحيان بيفتكروا بعض مجالس الإدارات إنه ليس له دور في قضية الفاعلية المؤسسة لهو ليه دور أساسي في فاعلية المؤسسة دور أساسي في التوجيه دور أساسي في المتابعة دور أساسي في الرقاء بس أما حاجة ما يدخلش في الأمور التنفيذية أو ما يدخلش في التفاصيل السياسات المالية والاستدامة المالية يعني قضية السياسات المالية أيضاً وضع السياسات العامة للمؤسسة إن موجودة طريقة متابعتها التقارير بتتعرض بشكل سليم وكضية الاستدامة المالية كتير جداً الدكتور هاني يمكن نتكلم في الموضوع ده أكثر من مرة في قضية المؤسسة بتجمع في وقت الأزمات فلوس كتير كل الفلوس دي كلها بتروح بعد سنة ولا سنتين وبعد ثلاث سنين بتلاقي المؤسسة عندها مشكلة كبيرة لما الأزمة تختفي من الإعلام أو يحصل أي شيء فجأة المؤسسة خلاص بيعصال لها مشكلة كبيرة ودي حصلت في الإغاثة الإسلامية يمكن الدكتور هاني يذكر فيه يعني كان عندنا أزمة كبيرة ولكن اجتمعنا كل المدرأة التنفيذين في الإغاثة الإسلامية وفكرنا إزاي أن احنا نعمل نوع من أنواع النية التمويل المستدام للإغاثة الإسلامية لازم المجالس الإدارات تكون عينيها أيضاً على مستقبل المؤسس تنمية القدرات والمهارات الدكتور سيد تتكلم عنها وأجاد فيها بصراحة لأنه قضية تطوير المهارات والقيادات من تبقى من فوق لتحت والاهتمام بالزاد بكادر الإدارة العليا أنه دايماً يكون المؤسسات يا أخواننا بتكبر مع الوقت وتخيلوا أن احنا أطفالنا وأولادنا لما بيكبروا في المراحل العمرية بنغير لهم الهدوم بتاعتهم لأن الهدوم خلاص أصبحت لا تتناسب على الحج والكبر بتاعه فأصبح منجيب له هدوم جديدة فكذلك برضو موضوع التدريب والإدارة المؤسسة بتكبر فمش معقولة يكون اللبس بتاع المؤسسة ديق لسه هيكون شكل وحش أوه لما يكون البنطرول لحد هنا والأميس لحد هنا هتبقى شكل المؤسسة مش كويس فلازم تهتم بالقيادة والتدريب على أساس يعني يكون موجود وقضية كمان التالنت منت اللي تتلم عنها الدكتور سيد يعني أنا بشوف أن هي قضية مهمة جدا في بناء جيل المستقبل لأن احنا بنعاني من أزمة في القيادات على كل المستويات فلازم الآن في يكون عين المؤسسة لو تعامل لو كل واحد قعد فكر في المؤسسة والموظفين الموجود عنه وعمل عليها بس مجرد سكرين وقال مين من الموظفين تالنت التفكير لحد ذاته ممكن يويرلد له خمسة أو ستة موظفين كويسين احنا عندنا في ألمانيا تمانين موظف لما جينا عملنا التالنت جمال فوجينا أن احنا عندنا عشرين موظف تالت عشرين يعني ثروة كبيرة جدا ما كنش واخدين بلنا منهم اطلاقا وكانوا موظفين عاديين وكنا بيبسلهم من إمكانات محدودة ولكن بعد السيرش اللي اتعملوا مع واحد خبير لأن احنا عندنا عشرين كفاء مستخبية داخل مؤسسة عملنا على تطويرهم وكانت نتيجتها كبيرة تعزيز المعايير المهنية والأخلاقية أنا عايز أقول لهم الكودوف كوندكت بتاعت المؤسسة لأن دي نقطة دي في المنطقة الأممية إن ده جزء أساسي من مجالس الإدارات إن هي المعايير الإخلاقية ومدى الالتزام بيها مجلس الإدارة لازم يهتم بقضية المعايير الأخلاقية في داخل المؤسسة هو اللي يكون مساهم بشكل كبير بوضع الكودوف كوندكت والالتزام والالتزام بيه طبعا النقطة أيضا إن احنا أصلا مؤسسة بتعمل على خدمة المجتمع اللي موجود فيه سواء إن كان أصحاب الحقوق أو أصحاب المصلحة ولازم نكون عندنا استجابة فيها تعزيز التواصل مع المجتمع والمجموعات ذات المصلحة هي طبعا بسبب ديق الوقت مش هادر أتكلم في الموضوع دي عندي بس سؤال مهم جدا محتاج إن احنا نفكر فيه وياريت لو حد من الشباب البداد يبدأ يعمل دراسة مجستير أو دراسة يعني بكالوريوس أو أي شيء في الموضوع دا على تأثير البيئات على قضية الحوكمة حوكمة تأثير البيئة اللي احنا بنعيش فيها في قضية الحوكمة ملاحظاتي إن فيه مؤسسات عربية موجودة في أوروبا ما زالت تحكم بطريقة شرقية أو بطريقة معينة أنا الإمام الشفعي منبهر به رغم أنه فقه في قرآن وصنة ولكن غير الفقه بتاعه أول منتقل من العراق لمصر وأول منتقل قال للعراق طبيعة وشعب بدله طبيعة معينة ومصر فيه طبيعة ومزاج عام مختلف فغير الفقه فتخيلوا بقى في موضوع الحوكمة إن إحنا الأسف الشريط عايزين نعمل عليها دراسة عن تأثيرات البيئات اللي إحنا موجودين فيها في قضية الحوكمة أنا بشوف فيه مؤسسات في ألمانيا مع المستوى العالي الألماني ومع ذلك بتحكم بالطريقة التركية أو بتحكم بالطريقة العربية أو بتحكم بالطريقة اللي كذا وهما فاكرين نهية دي يعني الطريقة الموصلة للحوكمة اللي هو ضلت رب عليه وشافه لكن مش قادر يستفيد من طرق ونظم الحوكمة اللي موجود عليها وعلى فكرة دي مشكلة يعني كبيرة لكن ما عنديش إحصائيات بيها ياريت لو حد درسها وعمل عليها الدراسة إنه ما هي تأثير البيئة المحيطة على قضية الحوكمة لو قدرنا إن إحنا نرد على السؤال ده أو قدرنا إن إحنا نبحث عنه أعتقد ممكن تكون الأشياء مفاجئة أنا أعرف إن أنا أنت غاضب عليها وستنتقم مني وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله